السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلبة في قناتكم مايكو الصدي والنهاردة المحاضرة الثالثة من محاضرات السيستيميك باكتريولوجي بعنوان السافيلكوكاس رياص طيب أنا أحب أن أفكركم سريعا إحنا بدأنا في المحاضرة اللي فاتت وتكلمنا على السافيلكوكاي كاجينوس وقلنا أنه في السيستيميك باكتريولوجي سكيمة سبتة سكيمة أو سبتة محددة في كل شابتر أول حاجة بنتكلم على الجينوس بالجينوس شابتر طائتر بيكون عبارة عن الجينوس اللي هو العيلة تعمل فهو اللي هي وسافير الكوكاي وبعد كده بنتكلم قلنا saying most important species وسافير الكوكاي يعني إيه أفراد التي التicallyلي الجينوس ليه الأفراد التامي للعيل للأفرادieran Sickles وقلنا عبارة عن سافيلكوكاس إيريس استافيلكوكاس إبيديلميديس واستافيلكوكاس سابروفيتكوس وقلنا جينرال كاكتر وفي السفيل الكوكاي وتكلمنا عن classification النهاردة هنتكلم على السفيل الكوكاس اللي هو أهم يندرج تحت الجينس أهم سبيشيز وهذا اللي بنعمل عليه فوكاس وبنتكلم عنه بالتفصيل وقلنا أننا بنتكلم على أي بكتيريا في السيستيميك بكتيريوليجي بنتكلم على 8 ايتمز أو 3 عناصر رئيسية المورفولوجي والكالشر والبيوكيميكا والبيرانس فاكتور والديزيز والابراتوري دياغنوزيز والتريتمنت والبريفنشن تعال نبدأ في المورفولوجي طيب المورفولوجي تأسف الكوكاس إرياس مش هنزود ولا كلمة عن المورفولوجي اللي احنا تكلمنا في المحاضرة اللي فاتت لما تكلمنا على بدأنا في السفير الكوكاي كجينس كلمنا على جينرال كاراكتر وفي السفير الكوكاي جينرال كاراكتر يعني الصفات العامة للجينس وفي السفير الكوكاي فأي سبيشيز تحتاجه هيكون نفس المورفولوجي تمام فبالتالي السفير الكوكاس إرياس مفيش ولا كلمة زيادة عن المورفولوجي تكلمنا عن المحاضرة اللي فاتت وقلنا طيب سريعا قلنا لما نقول المورفولوجي أو بكتيريا أي مورفولوجي مورفولوجي أي بكتيريا بإحنا عايزين ثلاثة عناصر رئيسية جرام ستين بوصف والنغатив والشيب كوكاي أو بصلاي والأرانجمنت طيب هنا السفير الكوكاي كجينس السفير الكوكاي كجينس بيندرج تحت التأسيم الكبيرة جرام بوصف كوكاي وقلنا جرام بوصف كوكاي بيندرج تحتها ثري جينس السفير الكوكاي اللي احنا بدئين بيها بعد كلا لما نوصل لسفير الكوكاي وفيه جينس ثالثة انتيري كوكاي كلهم تحت التأسيم الكبيرة جرام بوصف كوكاي فبالتالي لما نتكلم على المورفورجي لأي الجينس سواء الجينس أو لأي بكتيريا سبيشي فرد من أفراد العيلة كلهم هيبقى جرام بوصف كوكاي ما حفظناش كتير علشان ما نحفظش ونلاقي فيه لود ونحفظ تمام مدام التأسيم الكبيرة جرام بوصف كوكاي وتحتهم مستفيل كوكاي وستيري كوكاي وانتيري كوكاي يبقى خلاص أي فرد من أفراد التلاتة عائلات دول تمام تري جينس يبقى جرام بوصف كوكاي تمام طيب الاررنجمنت احنا قلنا الستاف معناها البكتيريا العنقودية بالعربي تمام يبقى الرنجد ان جريب لايك كلاستر زي عن زي عنقود العنب حاجات رئيسية في الملفورج جرام ستين بوصف وشيب كوكاي او بصلاي والاررنجمنت هنا جريب لايك كلاستر زي عنقود العنب طيب طيب هنا الصفات الصفات الإضافية نشوف هل موطيل ولا او سبور فورمينج هنا نن موطيل ونن سبور فورمينج طيب علشان قاعدة نحطها في دماغنا لغات من خلص الجرام بوصف كوكاي كل الجرام بوصف كوكاي سواء السفل كوكاي او سلت كوكاي او انتير كوكاي نن موطيل نن سبور فورمينج خلاص كده خلاص قاعدة سبتة عندنا نن موطيل نن سبور فورمينج حتى في المنهة كله السبور فورمينج البكتيريا اللي بتكون سبور هنلاقيهم في الجرام في دماغنا السبور فورمينج هنلاقيهم في الجرام بوصف باسر لاي ومش كلهم خلين لما نوصح نعرف اسمعهم الموطيل هنلاقي في بعض الجرام نيجاتي في باسر لاي الشاهد الشاهد اللي عايز اقوله حضراتكم انه جرام بوصف كوكاي نن موطيل نن سبور فورمينج كلهم لثري جينس لغات من خلصهم نن موطيل نن سبور فورمينج طيب تعالى في culture character طيب اول حاجة نعرفها في culture character عايز نعرف البكتيريا دي according to oxygen requirement خدنا احنا في general bacteriology classification of bacteria according to oxygen requirement قولنا ممكن تكون facultative in europe او او strict in europe او strict in europe او microeurophil او erotolerant طيب اغلب المنهج اغلب البكتيريا في المنهج بتاعنا facultative anaerobic اغلب البكتيريا facultative anaerobic والحاجات اللي هي strict aerobic زي مثلا pseudomonas او strict anaerobic زي مثلا بعض نوع الجرامبوز باصلي حاجات قليلة حتى microeurophilic ده الكوباكتر طبعا الكلاسيفكيش الكوباكتر بالتفصيل بس خليها نعرف عشان قدامنا بالشيء يذكر يعني facultative anaerobic اللي خدناه في جنر البكتيريولوجي ايه معنى الكلمة دي معنى facultative بالعربي اختياري يعني البكتيريا دي اختيارية اختيارية يعني بتعيش يعني اختيارية يعني ممكن تعيش grow in presence of oxygen or in absence of oxygen يعني ممكن تعيش في وجود ال oxygen او في غياب ال oxygen بس طبعا طبعا الافضل لها ان هي تعيش في وجود ال oxygen طيب لو ال oxygen في بيئة معين ان توقيت ما فيهاش oxygen تعيش عندها لها خيار اخر تمام او اختيار اخر ان هي ممكن تعيش في غياب ال oxygen ده كلمة facultative anaerobic ان تعيش grow in presence of oxygen or in absence of oxygen طيب تاني تاني نون culture media culture media يعني culture media بالعربية الوسط غزاء المناسب لها هي التنمو عليها طيب اولا بداية نعلم culture media بالتفصيل في العملية تمام هتاخد كل culture media تتكون من ايه تمام وبنحضرها ازاي وبالتفصيل بس احنا هنا في النظر اللي يهمنا نعرف الاسماء culture media ونعرف ايه اللي همنا فيها بس وفي الكمبوننت وبالتحضر الزاكرة في العملية طيب اول media neutrant agar neutrant agar كتبا بنقصين simple media يعني simple media simple media يعني فيها simple component فيها مكونات بسيطة تمام مكونات اساسية في اي culture media neutrant agar يعني simple media فيها simple component blood agar تاني نوع من culture media اللي تنمو عليها البكتيريا سيفيكوكاي أو سيفيكوكاس الرياس كفرد من الفراد طبعا سيفيكوكاي blood agar بنقصين richard medium يعني كلمة richard medium يعني بكتيريا غنية فيها special component مكون خاص تمام اللي هو البلد طبعا طيب لما نيجي احنا بنقول كده عايزين نعم نعم growth للسيفيكوكاس عايزين نزرحها ممكن تنمو على نيوت agar simple medium تنمو عليها يعني بكتيريا زي بولك بكتيريا متوضعة ممكن تنمو على simple medium عادي طبعا لما نجيبت لها بلد agar لو انا اجي عندي خيارين ليه عندي اختيارين او two options النيوت agar ولا بلد agar طبعا بلد agar تمام بكتيريا اللي فيها special comment بلد لما نجيبت لها عمل لها جرث على بلد agar افضل ان هي بتنمو افسم بالmedium بس انا عايز خليها تنمو افضل تمام واكتر تمام اه عمل لها جرث على بلد agar لانه في بعض انواع من البكتيريا في بعض انواع من البكتيريا زي بيقولوا كده بش بكتيريا التنكة بكتيريا بتتنك تقول لك لا انا ما 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 تزرعنيش على simple medium لا انا ما درش فتلاقي بكتيريا ما ينفحش ما ينفحش تنمو او يحصلها growth على simple medium ما ما تنمو ما يحصلها growth فما لازم محتاجة special components زي blood agar اما نسفر كو قيلة تنمو عادي على new agar بس لما تنميها على برض agar يكون افضل كل يعني الشاهد من كان اعز فاهمكم يعني الفرق بينهم من ناحية component يعني ما نتقول salt agar نوح selective and differentiation دي ميديا في متهة الهمية تعني نتكلم عنها بالتفصيل في table ونشوف الشكل بتاعها بس ما نصليها دلوقات شكل السفريكوكس على نيوت اجار انا كاتب هنا كان نيوت اجار producing golden yellow colonies ايه معنى الكلم ده طيب مبدأ احنا قلنا حتى المرة اللي فات انا بحافظ بحاول احافظ اسم البكتيريا قلنا اسمها السفريكوكس ارياس قلنا كلمة ستاف جاية من جريب لاي كلاستر وارياس باللاتيني معناها بالانجلش golden yellow يعني اصفر ذهبي اصفر ذهبي وقلنا ليه اسمها ليه سمت ارياس يعني golden yellow علشان لما لما زرحها على على الكلش الميديا سواء نيوتن اجار او بلد اجار بتطلع بيجمنت لونها golden yellow فبالتالي بيكون لون الكلنز golden yellow colonis تمام عشان كده والله يلاقي ان هي لما بنزرحها على سواء نيوت اجار او اجار بتديني الكلنز لونها اصفر اصفر ذهبي فبالتالي سموها سافلكوكاس ريص تمام طيب كلمة opaque colonis due to endopigment opaque يعني colonis معتمة يعني مش شفافة هتلاقي بعض نوع بكتيريا colonis transparent يعني شفافة يعني ممكن انا لو عايز طبقة ممكن اشوف الوراء الطبقة ده تمام عشان colonis شفافة ممكن اشوف الوراء الطبقة ده انا ممكن اشوف ايه الوراء الكل شرميدي الوراء الاجار تمام علشان colonis شفافة ممكن اشوف ايه الوراء اما هنا colonis لا معتمة opaque colonis علشان بيطلع pigment مدام في pigment فهتلاقي colonis نفسها opaque مش شفافة يعني طيب احنا نتكلم على السافلكوكاس ارياس طيب ممكن احنا على نيوت اجار او على البراط اجار نقدر نفرق بين السافلكوكاس ارياس والازر سبيشيز من خلال الزرع على كالش الميديا نقدر نفرق بينهم من خلال لون الكولنز او لون pigment بتعملها production فالسافلكوكاس ارياس بيطلع pigment لونها golden yellow وجامل اسمها اما السافلكوكاس بدرميدس producing white pigment pigment لونها white السافلكوكاس بروفيتكاس بروديوس ليمن yellow pigment طبعا اهم حاجة عندنا السافلكوكاس ارياس بتطلع البيجمنت golden yellow pigment طيب growth on blood agar ريتش ميديا عشان فيها special component اللي هو blood لما نزرع السافلكوكاس ارياس على البلد agar شايفان انكتب هنا produce beta hemolytic colonels on blood agar السافلكوكاس ارياس بكل بساطة بتطل بتعمل production لتوكس اسمه hemolycin hemolycin ده بيعمل بيعمل بلده مش احدى مكوناتهم خلاكه ده من الحمراء وهو red blussels وال hemolycin ده بيعمل 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 ربشر لل red blussels فبالتالي شايفين المنظر ده شايفين الخطوط دي اللي هو الكنز اللي لونها يعني عامل زي البنية دي تمام حواليها في منطقة شفافة clear zone وclear zone ده عبارة عن ان البكتيريا دي سفلكوكوس كسيريا عملت complete lyses of red blussels فعملت rupture of red blussels فبالتالي حوالين الكورنز بقى ظهر عندنا على هيئة complete hemolysis تمام سموا والله complete hemolysis ده سمو beta hemolysis beta hemolysis انه في بعض انواع من البكتيريا بتعمل borchal hemolysis بتعمل rupture A أو lyses red blussels بس partial مش complete حتى بيسمو alpha hemolysis اما البكتيريا زي السفلكوكوس الرياس اللي بتعمل complete hemolysis of red blussels سمو النوع ده من hemolysis beta hemolysis حتى نرى الكلام ده المكتوب principle of beta hemolysis سفلكوكوس الرياس form a clear zone around their corners because complete lysis of the red cells occurs due to the production of hemolysis اممكن مثلا في الجفري زون ولك والله لما نزرع السفلكوكوس على بض أغار بيكون في clear zone around سفلكوكوس بيتفرز toxins hemolysis بتعمل ربشر أو complete hemolysis of red branches فيظهر لنا على هيئة clear zone اللي زي ما شايفين حوالين الكولوميس الصورة دي على الشمال شكل سفلكوكوس على growth بتاح يعني على البلد أغار أما العليمين شكل growth سفلكوكوس ebidermidis والسبو فيتكس على بلد دقار هي الفرق بينهم الفرق هنا سفلكوكوس ebidermidis والسبو فيتكس مش بيعملوا hemolysis فده ممكن الميديا دي بتفرق لي بين سفلكوكوس إرياس والأزر سبيش لأن سفلكوكوس إرياس بتعمل beta hemolysis complete hemolysis afric أما التنين no hemolysis طيب في نيوت التأجار نفرق بين سبيش ذولها النمو الجرس بتعمل نيوت التأجار قلنا السفلكوكوس ebidermidis بتطلع pigment لونها golden yellow pigment أما التنين لا pigment مش مهم إنه اللون بعينه بس pigment غير golden yellow السفلكوكوس ebidermidis white pigment أما silver ebidermidis lemon yellow pigment growth on many tools sort agar medium الميديا دي في منتهى الأهمية سواء النظري أو عملي بصر داكاترا type of medium نوع الميديا selective and differential يعني selective يعني بتعمل selection للسفلكوكاي يعني بالبساطة كده شديدة إن الميديا دي فيها كومبونت معين بيعمل inhibition all microorganisms except للسفلكوكاي يعني كل البكتيريا هتموت على الميديا دي ما عدا للسفلكوكاي وأنا بقول السفلكوكاي كجينوس يعني كل السفلكوكاي هينمو هينحصل له growth على الميديا دي طب يا ترى ايه هو الكمبونت الكمبونت اللي هو high concentration of sodium chloride المعلومة دي جديدة علينا شاطرين المركز معايا عرف إنه في المحاضرة اللي فاتت قلنا من general character of stafilokokai قلنا إنه can grow in high concentration of sodium chloride إنه من ميزة من صفر مميزة لهم إنهم بينمو high concentration of sodium chloride فاستغلينا الميزة دي عندهم القدرة بينمو في بيئة أو في بيئة فيها high concentration of sodium chloride لا أنا أجيب خلاص أنا أستغل الميزة دي أنا جيبت ميديا وحطت أنا حطينا فيها إحنا من ضمن مكوناتها حطينا high concentration of salt نسبة 7.5% تمام فحطينا high concentration of sodium chloride علشان إحنا عارفين إنه الهيان مبس عشان كون متأكدين هيان مبس استفيله كوكاي أما كل البكتيريا هتموت تمام مش هتقدر تتحمل high concentration of salt هيحصل لها killing أو inhibition خلاص عرفني يعني selective selective يعني فيها component اللي هو high concentration of sodium chloride يعمل inhibition all microgrism except الاستفيل وكوكاي طيب and differential يعني differential يعني من القرش الميديا اللي ما لدي salt agar medium مش الهادئ مش انا مش بهدف بس نهي ترم علي السفيل كوكاي وبس لا ده كمان بتفرق between species بتفرق between السفيل كوكاس إرياس و سبروفيت كاس وال ابدير ميد تمام ايه مع ازاي تفرق بين هم ان انا بحط مكون حاطينا مكون في الكاش الميديا اسمه منيتول شوغر اسمه منيتول شوغر في ميزة مهمة بتفرق السفيل كوكاس إرياس from other species ان السفيل كوكاس إرياس عنده القدرة انه بيعمل فرمنتاشن للمانيتول بيعمل فرمنتاشن للمانيتول اما الابدير ميدس والسفيل كوكاس نون نط فرمنت او نون منيتول فرمنتر بيعمل مهندهم مش قدرة انهما يعملوا فرمنتاشن للمانيتول اما السفيل كوكاس إرياس بيعمل فرمنتاشن للمانيتول طيب افتراضا انه عندي السفل كوكاس وعمل فرمنتاشن للمانيتول حعرف انه جنو تمام عين السفيل كوكاس كلهم سينم لو سواء الرياس او غيرها افتراضا انه найд أن هذه الثلاثة هو أعمل في المنتجة في المنتجة الأمر salvia هاهظ أمام إذن أنه يحدث في المنتجة الأمراض يأتي أهمية المكون التالت اللي هو Pheno Red as Indicator Pheno Redات داخلناه في التحليلية أنه هو لونه ريد من اسمه Pheno Red لونه ريد Pheno Red من خواصه أنه هو في الأسيديك مديم أو في الأسيديك بي إتش ويتحول لونه من الكالر بتاعه من الريد إلى الييلو في الاسدك بي اتش بتحول من الرد الى يلو كالر اهمية المعلومة دي برضو بفهمناش برضو مش احنا بنقول السفليكوكوس ارياس بيعمل في المنتيشل المانيتول تمام طيب لو انا عندي لو عمل لو انا عندي العينة فيها السفليكوكوس ارياس وعمل في المنتيشل المانيتول خدنا من نوائف البيوكوميستي من نواتج في المنتيشل اي شغر لازم تلاقي في اسد تمام فهو من نواتج في المنتيشل للمانيتول شغر منك اسد جاي من الاسم حمض فده خلاص فكده بيئت البي اتش بيئت اسدك مدام نتج من نتج اسد نتيجة للفلمنتيشل في المانيتول فهيخلي البي اتش اسدك فالفينو الرد هيتحول من مدام البي اتش بيئت اسدك هيتحول من الرد الى يلو فهيكون الناتج عندي انا هشوف في الكلر زي ما شايفين اللون ده يبقى اللون يلو فلو انا بعد ما زرعت البكتريا و جيت طلحها من الانكيوبيتر من الانكيوبيتر تان يوم من حضانة يعني ولقيت اللون يلو فخلاص هاعرف ان عندي دي سفلو كوكس ارياس سريعا على هيئة جيفريزون جيفريزون سفلو كوكس ارياس بروديوس يلو كولنز ان منيتول سولت اغار ميديم من الشاطر اللي يمركز معايا يقاوب لي جيفريزون ده تمام كلكم شاطرين اه سفلو كوكس ارياس بروديوس يلو كولنز ان منيتول سولت اغار ديو تو سفلو كوكس ارياس بيعمل في المنتيشن من منيتول من نواتج في المنتيشن من منيتول شغر منك اسد فده خلل بياتش اسدك فلفيه نوريد انا حطت فينه الريد في الميديا بحيب label لون من الريد الى Yelou ببثالي ايص ناتج عندي Yelou color طيب في حالة سفلو كوكس ارياس بيجيل pose جيفريزون سفلو كولكوس ارياس بيجيل Simone Banfield سفلو كوكس ارياس بيجيل نور سولت اغار لعشان والله سفلو كولكس ارياس ارياس بيجيل سبل فوتكس non-manitole fermenter يعني ما بتعملش fermentation من منتول فبالتالي البي اتش مش هتبقى acidic فبالتالي فينه الريد مش هتحول الى اليلو color انه هو مدام البي اتش زي ما هي ما تحولتش الى acidic البي اتش علشان منتول ما حصل لهش fermentation فبالتالي هيبقى لونه ريد فبالتالي هتكون لون ميديا زي ما هي ريد مش هتغير لونها الى اللون اليلو يارب تكون موضوع يعني وصل والميديا دي في منتهاء الهمية سواء نظري او عملي بيجي فيها ايك في المسكيو او بيجي في ريزون يعني طيب الاستخدام isolation of staphilicoccae from clinical specimen and differentiation between staphilicoccas areas and other staphilicoccae طيب كلمة isolation of staphilicoccae السبب يعني لو قلنا ايه معنى الجملة دي معناها انه هو الهيان مبس الهيان مبس على الميدي دي staphilicoccae كجينس تمام طب عشان قلنا فاكرين قلنا طيب هو في ميدي بالselective and differential طب يعني selective selective يعني الهيان مبس staphilicoccae طيب ليه علشان فيها high concentration of sodium chloride وخل بالكم خل بالكم ادكاتره في المي سيكيو او في future or false ولك والله high concentration of salt بيسمح لنمو سافيلي كوكس إرياس أولي تفتروا أو فولس لجب الصح والغلط غلط ليه؟ بيسمح لكل جينس في سافيلي كوكاي سواء إرياس أو إبيدر ميديس أو سافيلي كوكاي كلهم هينمو نحن في جينة الكاراكتر في سافيلي كوكاي كلهم كل سافيلي كوكاي يمكن أن تكون في جينة الكاراكتر أما ما يفرق بينهم ليس في جينة الكاراكتر ما يفرق بين بين الناس المانيتول فالسافيلي كوكاس إرياس سهيل ستعمل في المنتيش المانيتول أما الأخرى ليس سيعملوا في المنتيش المانيتول طيب هكذا خلصنا المرفولوجي وخلصنا في القلشر تعال في الثانية عنوان بايو كيمكال The Actions بايو كيمكال The Actions كاتاليز تست كاتاليز تست اخدنا كاتاليز DA تكلمنا عنه قبل كرة تكلمنا عنه في جينة الكاراكتر شفتوا هذه كاترة أهمية جينة الكاراكتر ترمم جينة الكاراكتر انها تبغير جينة الكاراكتر ippedور في سافيلي كوكاي كام ده بيتلاع فيه في مسكوكتير في طرها وفوص فخليوا بالكم كتاليز قلنا نقول استفيلو كوكاي produce كتاليز انزيم فالكتاليز انزيم ده بيفرق لي between genus وجينس between استفيلو كوكاي والسليبتو كوكاي ومعنى ده قلنا في المحاضرة الفاتحة في منتهى الأهمية الكتاليز انزيم بيفرق لي between genus of استفيلو كوكاي and genus of استفيلو كوكاي فالكتاليز برضو في المسكيو هل الكتاليز ده كتاليز انزيم والله بيفرق لي بتفرزه استفيلو كوكاي only لا كل استفيلو كوكاي بيعملوا production كتاليز انزيم طبعا مش استفيلو كوكاي فبالتالي كتاليز تست ده بيفرق لي between استفيلو كوكاي والسترلو كوكاي طيب طيب مدام احنا تست انزيم مهم ده محتاجين كتاليز تست اختبار كشفلي او يبيعمل ديتكشن لانزيم هل استفيلو كوكاي بتعمله هل البكتيريا اللي عندي بتعمل برودوكشن ليا ولا لا هو كلام ده في العمل اكتر منه بس احنا بناخد الفكرة انه احنا بنجيب اغار نوتة اغار مثلا وفي البكتيريا اللي عزين نعرف هي مين هل هي استفيلو كوكاي ولا استفيلو كوكاي تمام ونحط عليه نحط عليه هادروجين بروكسايد تو دروبز اوف هادروجين بروكسايد تو دروبز اوف هادروجين بروكسايد اللي هي مية اكسجيني يعني الفصادلية خلاص بنحط تو دروبز اوف هادروجين بروكسايد على الجرث بتاعي او بنجيب لوب لوب بناخد من جرث نحطه على ستلايد كده او كده هادروجين بروكسايد ممكن نحطه مباشرة على الكرشير ميديا المزروع فيها البكتيريا أو بناخد لوب من البكتيريا ده من ونحطه على سليد لكن نحط عليه الهيدروجين بروكسيد أي أن كان بنحط 2 drops طيب لو أنا افتراضا عندي استفلوكوكاي إيه اللي حيحصل استفلوكوكاي بتعمل production الكتلات انزيم الكتلات انزيم اللي طالع من البكتيريا هيحول الهيدروجين بروكسيد اللي انت حطه انت عايش تكشف عن وجود الكتلات انزيم ولا البكتيريا هتطلع الكتلات انزيم هتعمل نيوتراليزيشن هدروجين بروكسيد تحوله إلى الكتلات انزيم ده هيحول هدروجين بروكسيد إلى ووتر وأكسجين هنعرف إزاي الكلام ده حصل مدام فيه أكسجين يبقى هيئة بابلز زي ما حمنا شايفين لو الانا بابلز يبقى البكتيريا دي تحتوي على عملت production الكتلات انزيم فبالتالي البكتيريا دي سفيلكوكاي ده تستبي فرق لبتوين سفيلكوكاي اند سيبتو كوكاي طيب ده يعني الصورة اللي فوق يعني على الشمال دي اننا حطيت هدروجين بروكسيد على الكرشير ميديا مباشرة أو خط لوب زي ما قلنا من بكتيريا وحطناها على سليت فالفوق هنا في بابلز فده بالتالي أنا بقول هنا كلمة اول سفيلكوكاي يعني مش 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 سبيشز بينها اللي تحت هنا الكتاليز نكتب يبدأ بنقول ده سليتو كوكاي علشان مش بتعمل بروكشن كاتاليز فبالتالي مفيش بابلز ناتجت يعني طيب تاني تست كواغوليز تست احنا خدنا كواغوليز اللي نحضر اللي فاتت انه هو ده اللي اوما خدنا العنوان كلاسيفيكيشن الف سفيلكوكاي وانا عايزين نفرق بتوين سبيشيز قلنا بالكواغوليز انظيم اللي بتفريز بستفيلكوكاس ارياس انلي شايفين الكاتاليز انظيم قلنا عليه ايه اللي فات قلنا الكاتاليز انظيم او لستفيلكوكاي بروديوس كاتاليز انظيم اما في حالة الكواغوليز انظيم اللي بتعمله بروكشن استفيلكوكاس ارياس انلي حتى استخدمناه الكواغوليز انظيم انه ده اللي بفرقلي بتوين استفيلكوكاس ارياس from other species طب مدم لم احنا عرفنا خاصية زي كده طب خاصة استغلنا عمل نعمل كواجوليز تيست اختبار يكشف لي عن افراد العينة انا عرفت ان هو مثلا احنا زرعنا على عملنا الكاتاليز اللي فات ولينا فيه بابرز فعكلا عرفنا ان هما كله ده اللي معايده استفيلو كوكاي طب عازين نعرف هل ده استفيلو كوكاي رياص ولا لا نعمل اختبار ده انظيم ممكن نعمل بالكالشان ميديا بتاعت منتول سلت اغار منتول سلت اغار ميديا لو استفيلو كوكاي رياص هتدي لي يولو كالر عشان هو استفيلو كوكاي رياص الوحيد يبيعمل في منتشان منتول ام ال ازر سبيشيز من منتول في منترس ممكن بالتست ده كواجوليز تست تم كبايو كيمكا رياكشن سيف لكوكاي رياص هتعمل برو داكشان للكواجوليز انظيم اما ال ازر سبيشيز مش هيعملوا برو داكشن للكواجوليز من الاسم هو من الاسم اسم كواجوليز انظيم الفكرة بتاعته انه هو بيحول فيبرونجين الى فيبرين فيبرونجين الى فيبرين فبيعمل كواجوليشن للبلازما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة